اشتركوا في القناة وفي هذه الحال المرأة سريعة البديهة أو الشخص سريع البديهة ماهو دائما في الخير كثير الناس عندهم سرعة بديهة لكن يقلب فورا وينتهز الفرصة ويعنده قدرة على التفاعل السريع وعلى تحويل الكلام وتحويل القضية واستغلال الظرف معين وتحويل الأنظار مباشرة المرأة تكلمت وتقول لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوان لكن يعني أين تذهب من الله يعني الذي عنده سرعة بديهة في الحرام يعني هل هذه منقبة استعمرتها في اتهام الأبرياء هي المجرمة ثم ما جزاء من أراد بأهلك سوان ولم تقل من فعل بأهلك سوءا لأنها لا تريد أن تقول إنه فعل بي شيئا مع أنه ما صار أصلا لكنها قالت ما جزاء من أراد بأهلك يعني كأنها تريد تقول هو أراد أن يفعل بي ولكن ما استطع تريد تقول يعني أنا ما زلت نقية وأنا ما زلت يعني غير ممسوسة من قبل هذا الأجنبي فالكلام كان في الإرادة والمراودة الإرادة والمراودة وعلى الرغم من المفاجأة والصدمة لم ينعقد لسان مراءة العزيز بل انطلق متهمة ليوسف عليه السلام ولكن يوسف عليه السلام أيضا لم تخرسه المفاجأة ولم تسكته هذه الفرية يعني لا عندما جاء الزوج فجأة ولا عندما حصلت تهمة أيضا فجأة يوسف توالت عليه مفاجأتان حضور الزوج المفاجئ والفرية المفاجئة فلم تسكته هاتان المفاجئتان بل قام يدافع عن نفسه ويبين براءته ويبين الحق ويبين من الذي فعل قال هي راودتني عن نفسي هي راودتني عن نفسي هي المجرمة هي الآثمة هي الفاعلة ولم يكن الدفاع من يوسف عليه السلام عن نفسه فقط ولكن الله تعالى بتوفيقه وتأييده لهذا النبي الكريم لإخلاصه ولإحسانه فإنه سخر له من يدافع عنه أيضا ويؤيده من شاهد من أهل المرأة نفسها والعادة أن أهل المرأة يدافعون عن المرأة فلما يأتي شاهد من أهل المرأة يبرئ يوسف فإن كلامه يكون قويا مؤثرا في نفس الزوج أما قول يوسف عليه السلام هي راودتني عن نفسي هي برأ نفسه مما رمته به وأخبر من المجرم إذن تبرئت النفس البريئة وبيان من هو المجرم الشاهد هذا بلا شك أنه رجل ذكي بعث الله شاهدا من أهل بيتها يشهد بقرينة للصادق منهما فأنطق الله هذا الشاهد من أهل المرأة وليس من أهل الرجل ولا إنسان يعني بعيد عن الموضوع إنما هو من أهلها فقال إن كان قميصه قد من قبل ومزق وقطع من الأمام فصدقت في دعواها أنه هو الذي حاول الاعتداء وهي حاولت الدفع وأثناء مدافعته تمزق قميصه من الأمام وهي تدفع فصدقت وهو من الكاذبين في تبرئتي لنفسه وإن كان قميصه قد وقطع ومزق من دبر من الخلف فكذبت في دعواها بأنه هو المعتدي وتبين أنه من الصادقين لأنه يدل على هروبه وأنها هي التي تطارد وأنها هي التي مزقت قميصه من الخلف فراسوا نباه ذكاء حقيقة كان عليها ذلك الشاهد قال بعضهم إنه صبي في المهد لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رجل ذو لحية وهذا أقرب وجاء عن زيد بن أسلم أنه ابن عم لها كان حكيما ونحو ذلك عن قتادة وعكرمة ورد حديث موقوف عن ابن عباس أيضا أنه قال تكلم أربعة صغار عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون ماشطة بنت فرعون الكوافيرة التي كانت تسرح شعر وتزين بنت فرعون أسلمت عليها موسى عليه السلام وعرفت بنت فرعون بإسلاميا فأبلغت أباها وكان عند الماشطة طفل صغير فلما ألقى فرعون أولاد المرأة في قدر يغلي وأراد إلقاءها والطفل إذا لم ترجع عن دينها أنطق الله الطفل مثبتا أمه كما حصل قريب من هذا في قصة أصحاب الأخدود لكن قصة أصحاب الأخدود جاءت في الصحيح في صحيح مسلم وقصة ماشطة بنت فرعون جاءت عند أحمد وغيره حديث ابن عباس هذا تكلم أربعة صغار صحى اسنده السيوطي وابن كثير قال اسنده لا بأس به وضعفه بعضهم وصح عن ابن عباس كما قلنا أنه رجل كبير ذو لحية زوج المرأة عاين المشهد وأصحاب الحكم والمنصب لهم نظر في الأمور وعندهم دراية ودربة وخبرة من قضايا التي مرت عليهم لأن الذين يكونون في الحكم تمر عليهم قضايا كثيرة فعندهم تفحص أيضا وخروج بنتائج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر